أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتدرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتدروا لأن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلتوا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم لأنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين العرب أشد بسره ونفاقه وأجذر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرمه ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن العرب من يؤمن بالله والله من الله ويتخذ ما ينفق قربات عين الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملهم صالحا وآخر صيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقتهم تظهرهم وتزكيهم لها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسله والمؤمنون واسدوا ردون إلى عارف غيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأبد الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدهم ضرارا وكفرا وتفليقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم الحق أم تقم فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وإضبان خيرنا من أسس بنيانه وعلى شفاجر في نارهم فالعربي في نار جهنم والله لا ينزل القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا غريبتهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاهم في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعنده من الله فستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناقون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا مغريق البامين بعد ما تبير لهم أنهم مصحاب الجحيم وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواب حليم وما كان الله لظل قوما بعد إذا ذاهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمواجرين والآمصار الذين اتبعوه في ساعة الرسرة من بعد ما كذا يزيق قلوب فريقهم منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رغوف رحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم بأنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين أعتقوا الله وقلوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأجنسهم مع النفس ذلك بأنهم لا ينصبهم بغمأوا ولا نصبوا ولا بخمصتهم في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيذوا الكفار ولا يطعون موت أن يغيذوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يذيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفغة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزهم الله وإحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجزوا فيكم غل واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت صورتهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم افترون في كل عام مرتا ومرتين ثم لا يهتبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت صورة النظر بعدهم إلى بعد هل يراكم من حديث ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفعون لقد جاءكم رسول منكم فسأم عزيز عليه ما عاليتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامره تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا النَّوْحِينَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمَنْهُمَنْهُمْ أَكْدِي الْنَّاسِ وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْنَ صِدْقٍ حِنْدَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لساحل مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيالين ثم استبع على العرش يدبر الأمر ما من شبعا إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا عمن الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرهم منازل للتعلم وعدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اقتلاف الليل والنهار وما خلق الله من السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطبعا النبيا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم نار ما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا عمل الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجليمين تحديم للغار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين ولو يعجر الله للناس الشر الشعياء لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك أن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم نسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تدع عليهم ما يتنبيناتهم قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من دلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يرحى إلي إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا يأدراكم به فقد لبت فيكم أمورا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلوا ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يبرح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم بالسماوات ولا كل أرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة مسبقة في ربك لقضية بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا ينزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ذر وما ستمدى لهم مكر في آياتنا قل الله أسروا مكر إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحث إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفحيحوا بياجاتها ريح عصف وجاءهم الموج من كل مكانه وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإنا كنجيتنا من هذه لنكونان من الشاكرين فلما نجعهم لذا هم يبقون في الارض بغير الحرب يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم مطاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثلوا الحياة الدنيا كما إنا كزلوا من السماء فاختلطوا به نبات الأرض مما يأكلوا الناس والأنعام تا إذا أخذت الأرض الزخرفة والزينات وضرناه لها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلة نونارا فاجعلنا يحصي ذلك أن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الله لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسن والزيادة ولا يرهأ وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة بمثلها وترحكهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أقصيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميع علمهم ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم ما كنتم واشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك ذلك كل نفس ما سلفت وردوا إلى الله بولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يخترون قل من يرزوهم من السماء والأرض أم من يملك السماء واللبصار ومن يخرج الحيا من الميت ومخي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلقة ثم من يعيده قل الله يبدأ الخلقة ثم من يعيده فأنا تفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أهق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب الأرهب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بصورة مثله وأن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيه بتقديله كذلك كذب الذين من قبلهم فهم ترك فكان آخرة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك على المسرين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تنظر العمي ولو كانوا لا يلصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنسهم يظلمون ويوم يحشرون كأن لم يلبثوا إلا ساة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عيدوا مونطوا في أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسلهم قي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي طرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم منتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آبنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا فوقوا عذاب القذل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقهم قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمجزين ولو أن لكل نفسكم ظلمت ما في الأرض لا افتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن معد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصغير وغدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزقه فجعلتم منه حرامه وحلالا قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزقه فجعلتم منه حرامه وحلالا قل آه الله وإذن لكم على الله تفترون وما ظل الذين يفترون على الله الكتب Vietnam إن الله لذوفدنا على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأن وما تطلق منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إنا كون عليكم شهودا يطفيذون فيه وما يعزب عن ربك من مقال ذرته في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوفون عليهم ولا هم لا أحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوج العظيم ولا يأزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم الليلة لتسكن فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدهم سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض عندكم من سلطانهم بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأا إذ قال لقومي يغم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيدي بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم شركاكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجلي إلا على الله وأمرت أن نكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك ويعلاهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءواهم من بينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطلع على قلوبهم معددين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستقبلوا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لأمنا جاءكم مسحر هذا ولا يبني الساحر قالوا وجئتنا لتلفدنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبيرية في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أعطوني بكل ساحر عليم فلما جاء سعرض قال لهم موسى ألقوا ما أمتم من قول فلما ألقوا قال موسى ما جئت بحسره إن الله سيطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحك الله الحق بكلماته ولو كري المجرمون فما آمل لموسى إلا دفرية من قومي على خوفهم من فرعون وملئهم من يفتنهم وإن فرعون لعاليهم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إنكم آمنتم منه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم منه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخي أنتموا آل قوم الكمال بنصر بيوته واجعلوا بيوتكم خيلة واقم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدنيا يا ربنا رضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيمها ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيه وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنون إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببادنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقه ورزقناه من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون أن من المنترين ولا تكون أن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقوا عليهم كلمة ربك لا يكمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية نامنت فنفعها إيمان ما إلا قوم يونس لما منكشفنا عنهم معذب الخزر في الحياة الدنيا ومتعنهم إلى حين ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا أفأن تذكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعله نجز على الذين لا ينقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تقن الله يأتوا أن نذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلقوا من قبلهم قل فانتظروا إني ما كن من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نمجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن نكون من المؤمنين وأن أغم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا يكفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن ينسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يرزك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاه من عبادي وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاجاكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهددين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما ينحى إليك واصف حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مستمى ويأتقوا الذي فضله فضله وإن تولوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير ألا إنهم يطلون صدورهم يستغفروا من ألا حين يستغفرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة